السلام عليكم يعطيكم العافي شباب اليوم رح أبلش بالفصل الثالث للمجال المغناطيسي الفصل الثالث للمجال المغناطيسي اللي هو بحكي لي الفصل الثالث ما فيه حال بس فيه بعض الرسمات المهمة هلأ أنا عندي حيز يحيط بالمغناطيس وتتهر فيه أثار القوة المغناطيسية مشمولات المغناطيس بتجاذب مع الحديد مثلا هلأ أنا المنطقة اللي حوالي المغناطيس هاي إلها مجال المغناطيسي وهنا تبين فيها الأثار القوة المغناطيسية طيب تقسم المواد حسب استجابتها للمغناطيس ثلاث مواد مواد فرو مغناطيسية مواد بارا مغناطيسية مواد داية مغناطيسية مواد الفرو مغناطيسية تنجذب إلى المغناطيس بقوة يعني على السريع كحديد والكوبالت والنيكل مواد بارا مغناطيسية لا تظهر انجذابا إلى المغناطيس في الظروف العادية إذن هي لا تظهر انجذابا إلى المغناطيس في الظروف العادية بس متى تنجذب إذا كان المغناطيس كتير قوي بجذب زي مثلا الألمنيوم والنحاس في الظروف العادية ما بتجذب بس لما تكون قوية بتجذب مواد داية مغناطيسية تظهر تناهي فران مع المغناطيس ما بيكون في أي تجاذب كفلز البزموث والماء هلأ في عندي شغلة بتعرفها أنا وياك عملية التمغنط إيش هي عملية تحويل مادة فران مغناطيسية كالحديد بش الحديد مادة فرانو مغناطيسية إلى مغناطيس عن طريق دلكها بمغناطيس إذا أجبت أنا زي مثلا قطعة حديد دلكتها بمغناطيس صار الجزء اللي دلكته بالقطعة الحديد صار بجذب يعني زي كأنه صار مغناطيس عن طريق دلكها بمغناطيس أو عندنجذابها لها وملامسته حيث تصبح هي الأخرى بدورها مغناطيس يعني بعد ما أدلكها بمغناطيس بتصير هي الحديد بتصير مغناطيس كمان خصائص خطوط المجال المغناطيسي تتجه خطوط المجال المغناطيسي من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي خارج المغناطيس ومن الجنوبي إلى الشمالي داخل المغناطيس هلأ أنا عندي مغناطيس طبعاً بتكون من قطبين قطب الشمالي للقطب الجنوبي طب لو أنا أجيت قسمت هذا القسم يعني أجيت قسمت هذا الأشي وخليت الشمالي برضو الشمالي هذا رح يصير شمالي هون وجنوبي هون مستحيل يكون المغناطيس يعني بقطب واحد إذا بتتحرك خطوط المجال من القطب الشمالي من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي خارج المغناطيس وداخل المغناطيس من الجنوبي إلى الشمالي هاي الخطوط بتطلع من الشمالي بتدخل وين؟ في الجنوبي وتكون عندك الخطوط هون رايحة من الشمالي إلى الجنوبي وتكون دائك خارجه وداخله من الجنوبي للشمالي طيب ننتقل للإشي التاني عندك هالرسمة بيترسمها انا بياك اول اشي الخاصية التانية خطوط المجال المغناطيسي منحنية مقفلة يعني لما انا ارسم خطوط مجال بتكون مقفلة خطوط المجال المغناطيسي ما بتتقاطع يعني ما في عندي خطين بتتقاطعوا مع بعض تتزاحم خطوط المجال المغناطيسي عندها الاقطاب وتتباعد عندها منتصفة كيف يعني على فرض انه هذا الشمالي وهذا الجنوبي هلا أنا عندي الخطوط طالعة من وين من الشمالي تطلع عادي من الشمالي هلا تطلع من الشمالي وين بتروح للجنوبي هاي من الشمالي للجنوبي خارج المغناطيس هاي حكيناها وداخل المغناطيس بتروح من الجنوبي للشمالي هاي هون طبعا هون داخل الخطوط جاية داخل الجنوبي اذا هاي طلت اربع خصائص من الشمالي للجنوبي من الجنوبي للشمالي داخل المغناطيس عندك الخطوط اللي أنا بترسمها هاي ما بتتقاطع تمام بتكون منحنية ومقفلة بتتزاحم الخطوط عن منطقة الأقطاب بس وين في المنتصف شو بصير فيها بتتبعد هاي كمان خصائص للمغناطيس نبدأ باشي جديد طيب الأثر المغناطيسي للتيار الكهربائي في عندك شغلة هون يمكننا القول أنه تولد مجال مغناطيسي حول سيليك موصل يحمل تيار كهربائي عندك سيليك مررت فيه تيار بتكون حولها مجال مغناطيسي يمكن يكون عندك بدك تتعامل مع ثلاثة شغلات يمكن يكون السيليك مستقيم طويل عادي يمكن يكون عبارة على ملف دائري سيليك ولفيته عملته دائرة أو يمكن يكون ملف لولبي بهذا الشكل طيب هتعامل مع السيليك المستقيم أنا أول إشي أنا عندي السيليك هايو طبعا بتكون المجال المغناطيسي بيكون عبارة على دوائر متحدة للمركز حوالا السيليك نفسه او اذا كان سلك مستقيم طويل العامل مؤثر على مقدار المجال المغناطيس مقدار تيار كل مكان التيار اللي مر في السلك كبير بيكون مقدار المجال المغناطيسي اللي حواليه كبير البعد عن السلك كنوا بعطة أنا عن السلك طبعا اللي عمودي عن السلك بديوا يقل دي sontín المجال المغناطيسي عكسي ان انت بق incarcerated عن التيار اللي بيعمل لك ايش مجال مغناطيسي ونوع الوسط المحيط بالسلك برضه بيأثر وله موجود السلك بالضبط طيب بدى اشتغل شغلة هنا في عندي ملاحظة لتحديد اتجاه المجال المغناطي سنستخدم قاعدة يد اليوم نا كيف بدى احدد اتجاه المجال المغناطي سنستخدم القاعدة اليوم نا كيف يعني هلأ انا عندي هذا السلك التيار فيه طالع تمام بيجب بستخدم ايدي اليمين هاي ايدي اليمين فيها ابهام وفيها اربع اصابر الابهام بيكون مع اتجاه التيار شباب ولاربع اصابر يكون المجال الم Strax يعني التيار طالع احدظلم اتجاه المجال داخل لوين لجوا بهذا الاتجاه يعني اصابعك هك ساهم جاي لوين هذا الحركة عم بلف هك هذه اتجاه المجال المغناطيس Abd كامر تستخدم ابهامك لفوق وااصابعك اليوم يرتين لهذا الاتجاه يعني الساهم داخل لوين لجوا الرواعا الرسم التانية بدي أحكي لك شغلة إذا كان التيار نازل هلأ هنا التيار طالع بيكون بهذا الاتجاه إذا التيار نازل برضو بتستخدم قاعة إيدك اليمين بس أنا صعب أستخدمها حاليا بتحاول إنو التيار نازل إذا كتعكس الأسهم التيار نازل بيكون السهم بهذا الاتجاه رايح شوف كيف عكس هذا السهم بيكون بهذا الاتجاه رايح تمام؟ لن injectedات اتجاه التيار هي السهم هيك تمام؟ بيكون هيك عم بليف وهذا عم بلف هيك تمام له هون الرعي الرسمي فراجيم السلك هيك جاي برضو هي اتجاه المجال هاد بس بدي اعرف هون بتحرك هيك ولا بتحرك لجوه التيار رايح هيك اصابعك لهون صح اذا اتجاه السهم هون بدي يكون لفوق رايح يعني هيك عم بلفه هاي السهم هاي السهم طالعه كامرة التيار هيك هاي التيار هاي التيار هيك اصابعك رايحين لجوه يعني اصابعك مع اتجاه من السهم الروع على فرعدال فرعدال بما انه فرعدال عكس فراجيم يعني بدي ارسم السهم بالعكس التيار رايح هيك شوف هي التيار التيار رايح هيك اصابعك لبرة طالعين يعني السهم بدك ترسم عكس السهم هداك بهذا الشكل تمام؟ عكس المرة الأولى إذن أشب حكي الإبهام مع التيار الأصابع مع اتجاه المجال المغناطيسي هذه قاعة اليد اليمنى في السلك المستقيم طيب نروح على خلصنا السلك المستقيم نروح على الملف الدائري الملف الدائري المجال المغناطيسي الناشئ عن ملف دائري العوامل المؤثرة في المجال المغناطيسي في ملف دائري طبعا مقدار التيار الكهربائي هل أنا عندك ملف؟ هاي هاد ملف دائري تمام؟ عادي سلك ولفعته يمكن يكون أكثر من سلك عملت حلقة مقدار التيار الكهربائي كلما كان التيار اللي بمر في السلك الكبير كلما كان عندي مقدار المجال المغناطيسي عم بزيد طيب هاي هون بدي أكتب لك ياها طردية نصف القطر الملف الدائري كلما كان نصف القطر كبير شو بدي يكون كل ما كان نصف القطر كبير شو ديكون عندك المجال المغلطيسي ديكون قليل مقدار المجال المغلطيسي بيكون قليل يعني هون عكسية شباب نوع مات الوسط الموجود في الملف هاي طبعا موجود إنه نوع المعدة وموجود الملف بأي وسط وعدد لفات الملف هون ترضي كل ما زاد عدد لفات الملف يعني أكتر من لفة بيكون عندي مقدار المجال المغلطيسي كبير طبعاً هاي اتجاه التيار هيتها التيار رايح لهون هلأ هون العكس باجي بحكي برضو بدي استخدم قاعة تلدي اليوم بس بدي أحكي شغلة الأصابع مع التيار والإبهام مع المجال تمام؟ كيف يعني؟ هاي يدير بالك عليها عكس من السلك المستقيم هاي أول خطوة كيف دي أعملكم بدي أستخدم هاي فرع باع أحلها هاي أصابعك أسهل لي لأنه هلا أنا بعمل الأصابع حكيت لك الأصابع مع التيار هاي الأصابع رايح التيار هيك بعمل التيار هيك إبهامك وين لو طالع لفوق إذن اتجاه المجال المغناطيس بدي يكون هيك بهاد إذن الأسهامو بدي يكون طالع لفوق إذن كان مرة هاي الأصابع الأربعة بحركهم هيك أصابع الأربعة بحركهم مع اتجاه التيار برضو قاعدت لدي منه برفع إسبعي لوين إذن إبهام لوين لفوق اللي هو اتجاه المجال المغناطيسي هلا بما إنه هون عكست لك السهم فبدي يكون وين اتجاه المجال المغناطيسي لتحت طيب الروح على هاي الألف هاي بها تمام الروح على جين جين بحكي لك هاي أصابعك التيار طالع لفوق هاي أصابعك مع التيار طالع التيار لفوق شوف إبهامك وين بدي يكون بهاي الجهة كامرة أصابع طالعين الإبهام هاد رايح بهذا الاتجاه يعني هيك بدي يكون اتجاه المجال المغناطيسي السهم هيك بدي يكون كامرة رح عيدها الأصابع طالعين التيار إبهامك رايح بهذا الاتجاه هلا أنا هون عكست السهم لتحت صار السهم إذا أنا عكست السهم أكيد تكون عكس مين فرع جيم بدي يكون السهم رايح لوين بهذا الاتجاه تمام؟ هاي بالملف الدائري المجال المغناطيسي الناشئ عملف لولبي لولبي حكيت لك بهذا الشكل لولبي في عندي عوامل طول الملف هلأ في شغلة هاي اللولبي كل ما كان طول الملف كبير اللولبي بي بده تكون مقدار المجال المغناطيسي بيكون أقل إذن علاقة عكسية مقدار التيار المرر في الملف اللولبي كل ما كان كبير زاد مقدار المجال المغناطيسي عاد لفات الملف كل ما زدت انت عاد لفات الملف شو بصير انت تكون عندك العلاقة شمالها طردية يعني بزيد عاد لفات الملف بزيد المجال المغناطيسي ونوع مات الوسط الموجود في الملف طيب كيف بدي أشتغل على هذا الاشي أول خطوة برضه نفس الفكرة نفس الفكرة تحت الأولى لأنه أصابع مع التيار والإبهام مع المجال أول خطوة هلأ أنا عندي بطارية موجب وسلم التيار كيف يتحرك تحرك من الموجب هي طالع طلع كيف بيطلع من الموجب بدي يلف من ورا هلأ هاي عبارة عن قطعة حديد تمام هاي قطعة حديد حواليها الملف بدي يلف من وراها وينزل لتحت وينزل لتحت صح؟ هيك عم بيكمل بطلع وبينزل وبينزل برجع بيكمل وبرجع بنزل هذا الأسهم اللي أنا طالع عندي برا هي نازلة أنا شايف الأسهم النازلة إبهامي وين رايح؟ هدى الإبهام رايح هيك يعني شوف علي إذا الإبهام رايح لهناك يعني اتجاه الشمالي هون بيكون للمغناطيس يعني بتكون هاي الطرف شمالي هده الطرف شماله جنوبي إذن الأسبع رايح التيار طالع لهون هاي أنا ما باشتغل عهاي باشتغل على الملف نزل لتحت الإبهام رايح لهناك إذن هون شمالي هون جنوبي واتجاه الإبهام هو بدل على اتجاه الشمال للمغنطيس ويكون الطرف الثاني جنوبي طيب هون أنا عكست لك البطارية عكست لك البطارية بطلع التيار هيك بطلع هون بطلع هون بطلع هون هون التيار طالع تمام؟ إذن وين اتجاه الإبهام؟ بهذا الطرف إذن بتكون هون شمالي هون جنوبي عكس هاي الرسمة تمام لهون؟ هدون هم إذن أنا عندي شغلة الملف السلك المستقيم لا أصبع تيار والإبهام تيار والأصابع مجال الدائري واللولبي عكس الشي بدي أبلش في الحث الكهرمانطيس وهو الفصل الرابع وكتير صفير بحكيلي في حث الكهرمانطيس في عندي شغلة بدي أحكيكم ياهم الفصل الماضي كنت أحكي أنه تيار كهربائي مر في موصل يمكن كون سلك مستقيم ملف دائري أو ملف لولوبي أنت حتوى حواليه مجال المغناطيسي هون بحكيلك الحظ الكهرمانطيسي العكس يعني أنا أولد تيار بس من مجال يعني أنا بدي أمشي هيك بالعكس شو بحكيلك؟ بحكيلك هذا الفصل جيب مجال مغناطيسي عادي جيب مغناطيس كيف تكون مجال مغناطيس جيب مغناطيس مثلا أبسط إشي بتأثروا على موصل رح يكون تيار طب بصير العكس كيف نعمل؟ إجا تجربة العالم فرداي شو حكي؟ أنا عندي بهاي التجربة عندي مغناطيس شمالي جنوبي طبعا الخط المجال بتكون داخلي في الجنوبي بتكون طالعة من مين؟ من الشمالي بتكون طبعا رايحة للجنوب بس بدي أعطيك هذا الاشي التقريبي أنا عندي هون ملف لولبي تمام؟ وهذا قطعة موصلة يعني ممكن تكون نحاسك من تكون حديد عادي وهذا سلك بحكيه لشغله هلأ موصول السلك مش ببطارية ولا بش موصول بحرف الجي هذا الجي معناها اسمه جهاز القلفانو ميتر هذا القلفانو ميتر بقيس شدة تيارة كتير صغيرة يعني الواحد مثلا نانو مثلا ميتر بالنانو بقيسها تمام؟ بحكيه لي انت اذا انا عملت ع تقريب ابعاد المغناطيس شو بدي يصير؟ هلأ المغناطيس الى خطوط مجال هلأ انت قربت المغناطيس صار يقطع ايش؟ صارت هاي الخطوط تقطع السلك لما تقطع السلك مش السلك في شحنات صارت الشحنات تتحرك حرة الحركة هذا تكون عندي شو تيار هلأ ما في بطارية هون بس انا نتيجة ان انا قربت المغناطيس وبعدت المغناطيس صارت انا عم بقطع في خطوط صارت تقطع خطوط المجال المغناطيسي مين؟ الملف اللولبي هون صار يتكون عندي تيار هذا التيار بسميه تيار حتي لأنه أنا اللي عملته نابد عن مين المجال المغناطيسي تمام؟ زيكي أنا حثيته حثيته أنه يصير في تيار إذن أنا عندي أول وحدة عندي تقريب وإبعاد المغناطيس فإن خطوط المجال المغناطيسي الناشئة عن المغناطيس تقطع الملف قطعة الملف عادي رقم اثنين حيث أثر المجال على الشحنات الحرة داخل الموصل مش في عندي شحنات حرة داخل الموصل أثر عليها فحركها وسميت حركة الشحنات بالتيار الحثي إذن أنا عندي بعد ما خليتي تقطع خطوط المجال تقطع الملف صار عندي تيار حثي لأنه حركت الشحنات داخلها داخل الموصل طيب هلأ أنا بعد ما تحركت كون تيار حثي بس أنا بديها يكمل التيار يتحرك بإيش بزي لوب مثلا دارة مغلقة مش أنا البطارية زمان هي اللي كانت ساعدني أن تنتقل الشحنات من موجب للسالب هون لا ما في بطارية بعد ما يصير في عندي قطع للملف صار في عندي وجود قوة دافعة حثية برضو مش قوة دافعة عادية زي اللي ما كان في بطارية لا هون قوة دافعة حثية لأنه هم في مغلطيس تدفع التيار الحثي للسريان عبر الملف بأنها صارت عم بتلف يعني صارت تكون عندي تيار حثي وصارت عم تدفع وإنت صار في مؤشر القيلفانوميتر صار يتحرك ملاحظة أن مؤشر القيلفانوميتر بدأ بالتحرك دلالة على سريان تيار كهربائي وهو بنحكي عنه نسميه حثي لأنه أجمل مجال المغلطيسي الروع على الإشي التاني إذن بس كمام ما رأى سريع مجال مغلطيسي مجال مغلطيسي رأى على موصل كوان تيار كهربائي كيف؟ جبت أنا مغلطيس لما أنا حركت قربت وأبعادة المغلطيس بس في شغلة كلما كنت أسرع في تقريب وأبعاد المغلطيس كلما كان عندي تيار ماله أحسن عم بزيد يعني الاخطوط قطعت الملف الملف فيه شحنات صارت تتحركت كون تيار حثي صار في عندي كمام قوة دافع حثي خلت التيار أنه ايش يتحرك عبر الملف صار مؤشر القيلفانوميتر يتحرك طيب نجي نحكي عن هذا الإشي العوامل مؤثرة ع القوة الدافعة الكهربائية الحثية القوة الدافعة الكهربائية ب piano شغلة يتكتب بالرسم قبل عدد لفات الملف كل ما أنت لفيت ملف مثلاً سلك على القضيب مثلا للحديد أو المادة اللي عندك بتزيد ايش ؟ القوة الدافعة الحثية كل ما زيت مقدار المجال المغلطيس كل ما كان فيه خطوط أكثر تقطع الملف زاد عندي كلما انت حركت المغناطيس اكتر هاي برضو بزيد القوة الدافعة الحرفية هاد هو اللي بدي احكيلكم اياه انواع التيار انواع التيار في عن تيار كهربائي مستمر وفي تيار كهربائي متناوب تيار الكهربائي المستمر اللي هو البطارية بساطة تيار ثابت الاتجاه والمقدار نحصل عليهم البطاريات بانواع زي بطارية السيارة بطارية الهاتف النقال التليفون وبطارية المصباح اليدوي اللوكس نحكي انه هاي بطارية ها شمال ها تيار كهربائي مستمر حيث يتحرك التيار من القطب الموجب للسالب عاد زي ما اخدنا لو انا رسمت علاقة بين التيار والزمن طلع هلا تغير الزمن الزمن كان واحد اثنين ثلاث الى اخره بس التيار شماله ثابت كمقدار وكم اتجاه ما بيتغير هاي بتكون وين تيار مستمر نحكي لها هو وين بتكون في البطارية الثاني التيار الكهربائي المتناوب تيار متغير الاتجاه والمقدار تمام نحصل عليه من وين؟ من المولدات الكهربائية بصورها المختلفة كين؟ المولد المستخدم في الدراجة الهوائية في عندك مولد في الدراجة الهوائية مش ثابت مقدار التيار فيها عندك المولدات الضخمة العاملة في محطات القوة الكهربائية اللي بتزود القرى مثلا والمدن بالتيار الكهربائي تيار الكهربائي متناوب هاد مش بطارية هاد لا هاد مولدات ضخمة بتنقل التيار الكهربائي بس شما قالوا متناوب كيف الرسم اللي بترسوها بتيار مع الزمن؟ طلع مثلا وانا عندي هاي الزمن هون واحد هون اثنين هون ثلاثة هون أربعة هون خمسة عندك هون مثلا كانت تيار خمسة هون مثلا هاي سالب خمسة هالآي هون خمسة صار هون سفر هون صار سالب خمسة تغير اتجاهه صار عندك هون سفر ورجع اذا هوا عم بتغير كمقدار وكاتجاه تمام لهون؟ هاد هو تيار الكهربائي المتناوب هون عندك تيار مستمر وتيار الكهربائي المتناوب هون مولدات الضخمة اللي بتنقل تيار للقرى والمدينة وهون ايش؟ البطاريات طيك ميش شغل اللي بدي احكيها هون؟ ننتقل للاشي البعده تطبيقات المجال المغلاطيسي اهم من اهم التطبيقات المحرك الكهربائي المولد الكهربائي والمحول الكهربائي انا ما رح اتعامل مع التمتند ولا يعني ما بدي احكي عنهم كتير بدي ابلش في المحول الكهربائي بس في عندي ملاحظة المحرك بحول الطاقة الكهربائية الى طاقة حركية بوجود طبعا مجال المغلاطيسي لان هاي تطبيقات المجال المغلاطيسي مثل المروحة نحكي عن التانية التاني مولد كهربائي بحول الطاقة الحركية لطاقة كهربائية بوجود مغلاطيس وبستخدمي لها طاقة الرياح أكيد طيب المحول الكهربائي محول الكهربائي مرات بيجيك انت جهاز من بره طبعا فولتيت مثلا مثلا نحكي عن كندا فولتيتها 110 هون احنا عنا في الأردن فولتيتنا 220 طبعا لو تجيب جهاز انت من بره للأردن ما كان في عندك محول احتمال الجهاز ينحريق ما يشتغل عشان يجب يكون في عندك محول دي أبلش في شغلة المحول عندك جهد البيت 220 فولت في عندك محول رافع للجهد محول خافض للجهد طبعا لأنه في أجهزة بدها جهد عالي في أجهزة بدها جهد منخفض أقل 220 في أجهزة بدها أعلى من 220 رافع للجهد يعمل رفع قيمة الجهد الكهربائي من قيم منخفضة إلى قيم مرتفعة زي المصابيح المتفلورة هاي بتحتاج جهد أعلى من 220 جهد البيت هلأ بدي حكي عن أردن 220 فولت المصابيح المتفلورة بدها أعلى من 220 فولت مشان انها ايش تشتغل محول خافض للجهد يعمل على خفض قيمة الجهد الكهربائي من قيمة مرتفعة الى قيمة منخفضة زي بطارية الهاتف تشتغل على 3.7 فولت تشوف 220 قللتها على 3.7 فولت هذا خافض للجهد هذا المحول قبل نحكي شو طبيعة المحول مكونات المحول الكهربائي بتكون ملفين ابتدائي وثانوي هلأ بنحكي شو يختلفان في عدد اللفات قلب حديدي ومصدر جهد متناوب شو يعني هلأ مبلش فيها وممشيها طيب مبلش انا وياكم في الرسمة هاي هاي هذا المحول هلأ فيه شغلة هاي المنطقة هاي كلها هاي هيك هاي حديد تمام هاي المنطقة هاي فاضي مش هنالف عليها الملف عادي زي يعني سلك نحاس لفيته هون لفيته هون بس هاي عدد لفاتها غير عدد لفاتها حسب نوع المحول خافض او رافع طيب هلأ بحكيلي هذا اسمه اللي بتوصل مع مصدر جهد متناوب بسميه ملف ابتدائي ملف ابتدائي الملف اللي بيتوصل مع المقاومة الكهربائية او مع اي جهاز بسميه ملف ثانوي تمام كيف مبدأ العمل عندك مصدر جهد متناوب تمام هلأ مصدر جهد متناوب عادي تكون عندي تيار كهربائي مر في الملف لما يتكون تيار كهربائي في الملف تكون حواليه مجال مغناطيسي انتقل المجال المغناطيسي عبر القلب الحديدي هاي خطوط المجال المغناطيس انتقلت صارت خطوط هاي المجال المغناطيسي تقطع مين الملف الثانوي لما تقطعها طب لما حكيت لك لما المجال المغناطيسي يقطع ملف ثانوي يقطع الملف شو بصير عندي بتكون عندي تيار حثي اذا انا لما تكون عندي تيار حثي خلص بتروح للمقاومة الكهربائية بيستمر بنتقل انه فيه لدك دارة مغلقة بنتقل المقاومة الكهربائية اذا انا وياكم بالترتيب مصدر جهد متناوب موجود تكون عندي تيار كهربائي بعد تيار الكهربائي حكيت لك تكون مجال المغناطيسي مجال المغناطيسي في الها خطوط مجال المغناطيسي يعني اوكي صح في مجال المغناطيس بس الها ايش خطوط بس انا اوضحها اكتر هاي الخطوط تنتقل هذه الخطوط شوف يتكونت داخل القلب الحديدي حتى تصل الى الملف الثانوي وصلت للملف الثانوي بعدين صارت هاي الخطوط تقطع خطوط المجال المغناطيسي الملف الثانوي صارت هاي الخطوط تقطع الملف الثانوي صارت تحرك الشحنات لداخل مين؟ الموصل صح؟ حكيت لك بتكون قوة دافعة حثية كمان مشان انه يشتحرك التيار بصير عندك تيار حثي في الملف الثانوي وصولا إلى المقاومة الموجودة الكهربائية هاته طبيعة مبدأ يعني مبدأ عمله بساطة في عندك ملف ابتدائي يحكي عنه وملف ثانوي عدد لفات الملف الابتدائي نون واحد وجهد الكهربائي للملف الابتدائي جيم واحد ملف الثانوي عدد لفاته نون اثنين وجهد الملف الثانوي يسميه جيم اثنين طيب اذا كانت جيم واحد أكبر من جيم اثنين بدي أعتبره خافض للجهد لأنه هو أنا وصلت الجهاز أنا وصلت الجهاز مع الملف الثانوي تمام؟ يعني اي اشي بصله مثلا الجهد هنا بكون أقل يعني خافض للجهد كيف يعني؟ إذا كان الجهد الأول تعالي ابتدائي أعلى من الجهد الثانوي إذا أنا انتقلت من جهد كبير لجهد صغير يعني خافض للجهد إذا كان عدد لفات الملف الأول أكبر من عدد لفات الملف الثاني برضو خافض للجهد إذا هذا ملفات كبيرة عددها عدد لفات كبير والتاني عدد لفات صغير بدي يكون أياش خافض للجهد إذا انتقلت من لفات كبيرة عدد لفات كبيرة لعدد لفات صغيرة خافض للجهد والعكس بيكون أياش رافع للجهد في عندك قانون المحول الكهربائي وهو بيعطينا طبعا مقدار ثابت اللي هو عدد ملفات الابتدائي عدد ملفات الثانوي تبدي أستخدمها بلش بهذا السؤال بحكي لي ماكنة حلاقة كهربائية تعمل عند وصولها بالمحول الثانوي طبعا أنا وصلت ماكنة الحلاقة بالملف الثانوي بساطة لمحول كهربائي عدد لفات ملفه الابتدائي 1200 يعني نون واحد 1200 لفه طيب وعادد لفات ملفه الثانوي 30 لفه نون اثنين 30 لفه تماما طيب بينما يوصل ملفه الابتدائي مع مصدر جهد متناوب مصدر جهد المتناوب حكينا مع مين؟ مع الابتدائي يعني جيم واحد قالك 220 فولت فهم مقدار الجهد اللي تعمل عليه ماكنة الحلاقة بدي أحسب جيم اثنين هلأ أنا بتوقع بماكنة حلاقة يعني رح تكون جهده شماله يعني هذا محول خافض للجهد لأنه أكيد رح تحتاج أقل من 220 فولت أحسب أكتب الخانون جيم واحد على جيم اثنين بساوي نون واحد على نون اثنين جيم واحد اللي هي 220 فولت جيم اثنين مجهولة بتاعة الحلاقة نون واحد 1200 نون اثنين تلاتين طيب نضرب ضرب تبادل يمتين وعشرين ضرب تلاتين بتساوي 1200 ضرب جيم اثنين على 1200 على 1200 هاي السفر مع السفر والسفر مع السفر وثلاتة كم فيها اثناش فيها اربعة اثنين وعشرين على اربعة تقريبا فيها 5.5 فولت اذا من 220 فولت ل 5.5 فولت هذا خافض للجهد يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة